أنت يكون إقامتك في القاهرة إقامة جميلة وأيضا في الإسكندرية في برج العرب خلينا نشوف بقى ناحة تانية وإدارة النادي الأهلي ماذا تفعل وأنها لا تنظر إلى ما ترى هو مناسبا في تحليل وتخطيط وإدارة كرة القدم وإدارة شؤون النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب بنا يديله الشفاء والسلامة دايما زار اليوم هو ولجنة الكرة كابتن عزيز عب شافي وأيضا كل أعضاء لجنة الكرة كابتن عزيز صادق ظهروا مران النادي الأهلي ودي رسالة مهمة جدا للدعم والمؤذر هذه كابتن محمود الخطيب بعد رحلة العلاج في الخارج ظهر تمرين النادي الأهلي شاف اللعيبة تحدث مع الكابتن حسين البدري ادالوا الدعم ودي رسالة مهمة جدا هو ده اللي بيفرق النادي الأهلي عن أي نادي آخر مع كل الاحترام والتقدير أنك دايما تحس أن مجلس الإدارة في ظهرك مجلس الإدارة دايما داعي مجلس إدارة النادي الأهلي ما بيأثرش فيه كلام بعد السوشيال ميديا وبعد كذا كلام ده كله الناس دي بتفكر صح بتخطط صح جدا بتاخد قراراتها بناء على الأسس وعن التخطيط وده اللي بيميز النادي الأهلي في كل استراتيجياته وأنه بيصل إلى الهدف مع التخطيط الجيد والتخطيط السليم بنقدر ناخد الخطوات اللي بتوصلنا إلى الهدف وده كان بالنسبة للاعبة النادي الأهلي أن يلاقي مجلس الإدارة في فترة من الفترات اللي الكرف أو المؤشر العام للفريق ما هواش فيه على مستوياته ده بيدي مردود إيجابي للغاية وده الحاجات اللي دايما مجلس دارة النادي الأهلي حريص عالية أنه يطمئن عليها وأيضا نفس الشيء كابتل محمول خطيب اطمئن على برنامج تأهيل لعب الأهلي رامي ربيعة رامي بياخد وقته في الاستشفاء وأنه يعود من إصابة ألام الحوض والمزء اللي بيجيوله دائما في هذه العضلة اللي بتبقى صعبة في تأهيلها حرس كابتل محمول خطيب أنه يشوف البرنامج اللي حدده الدكتوريب الألماني للعب رامي ربيعة خلينا نقول لحضراتكم أن كابتل حسن البدري عمل النهاردة محاضرة بالفيديو للعابة النادي الأهلي عشان يبتدي يتكلم عن نقاط القوة وأيضا كيف سيلعب النادي الأهلي كيف سواجه النادي الأهلي نادي التراجي التونسي عنده غياب فرجاني ساسي نادي الأهلي عنده غياب عبدالله السعيد والي اتنين بلعابه في نفس المكان والكل يبحث عن البدائل لأنك تلاقي بديل في يوم وليلة ما هيش حاجة سهلة لأن في البعض بيفتكر أنه كأنه بلعب بلايستيشن يشيل لعيب ويحط لعيب والدنيا بتمشي لا الدنيا في كرة القدم لها قصص ولها قواعد ولها دراسة وفي تجربة تاخل التمرين عشان أقدر أدي في المباراة الرسمية وده اللي عمل وكاتل حسن البدري ابتدى يتحدث مع كل اللعبين قادة باكا تم قيده أفريقيا وده حاجة من المؤشرات الكاتل حسن البدري في هذا التوقيت شاف أن هذا اللعب ممكن يديله حلول في القيمة الأفريقية باكا لعيب مقيد أصلا محليا فيحق للنادي الأهلي تقييده ده مش مستني النادي الأهلي انتقالات الصيفية عشان يطم قيد باكا إفريقيا وده من الحاجات اللي النادي الأهلي عملها عشان يكون له دور ممكن يكون له دور باكا وسرعاته أمام فريق ودفاعات الترجي اللي أمام سرعات لعيب النادي الأهلي حيبقى عندهم مشاكل للغاية خلينا نقول أن اللعيبة الأساسيين بعد المحاضرة عملوا تدريبات استشفائية وابتدوا اللعيبة اللي ما لعبوش لقاء الأسيوتي دخلوا فيه إلا تمرين اللي شارك فيه علي معلول وكان بيقدي هو وأحمد حمودي وأحمد حمدي وباقي اللعبين اللي إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق في لقاء الترجي أيضا سعد سمير شارك وأحمد فتحي في التمرينة الأساسية لمواجهة الترجي قادي كابتل حسام غالي حسام غالي في هذه الفترة له أدوار كتيرة جدا ولو أدوار مهمة إنك إزاي تكلم لعبتك وتقود الفريق نادي الأهلي متعودة على فكرة سبحان الله نادي الأهلي كل ما بواجهة الترجي بيبقى فيه بعض المشاكل يعني قبل المواجهة اللقاء كده تلاقي مثلا إصابات تلاقي كذا تلاقي حاجات يعني حتى في مواجهة 2001 لما كابتن سادق حفيز تعادلنا هنا وروحنا كسبنا هناك نفس الشيء في الموسم الماضي وأيضا النهائي 2012 تعادلنا هنا في القاهرة تعادل إيجاب وروحنا هناك كسبنا بهدفين مقابل هدف وأفكر حضراتكم إن اللقاء الترجي اللي كان في تونس لم يشارك فيه أبو تريكا ولا بركات ولا متعب ولا فلافيو والنادي الأهلي فاز باللقب نادي الأهلي يعني لا يقف على لعب دايما بيبقى فيه حلول وروح فللنا الحمراء وروح الفوز وطبعا وأمال الجماهير المصريين أنا أطلع فاصل وأستقبل ديوفي الكبار كابتن مصر نادي الأهلي كابتن ناسر ريان وأيضا كابتن مصر نادي الأهلي كابتن معتاز زيين وأوعى تروحوا بعيد لشنادي الأهلي حديث شكرا